هناك فرق بين التوحيد وتحقيق التوحيد تحقيق التوحيد أحلى درجة يكون المسلم موحداً سالماً من الشرك لكنه لا يكون محققاً للتوحيد إلا إذا ارتقى إلى هذه المرتبة بأن يخلص من جميع الذنوب من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والمعاصي ويتقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات ويترك المكروهات وحتى بعض المباحات من باب التورع فإذا وصل إلى هذه المرتبة فهو ممن حقق التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشك ربهم مشفقون والذين هم بربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وفي الحديث في السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا حذاب قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تركوا المكروهات الكي ومن طلب الرقية وتركوا المحرمات وهي الطيرة لأنها شرك أم تقربوا إلى الله جل وعلا بهذا فهؤلاء هم المقربون يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وأورد هذا الحديث وأورد الآية التي تلوناها رحمه الله شكرا